برد وصولك إلى أرض المدينة الخضراء شرم الشيخ ستجد هذه الحافلات تسير بكافة طرق أرض السلام بلونها الأزرق وهويتها البصرية المعبرة عن مؤتمر المناخ كوب 27 كي تنقل المشاركين إلى مختلف الأماكن بالمجان وتعمل الحافلات إما بالكهرباء أو الغاز الطبيعي وتأتي في إطار الخطة التنظيمية للدولة المصرية بالنقل الذكي الصديق للبيئة ضمن استعدادات المؤتمر التنفيق مع هيئات النقل بالكهرباء أو اسكندرية بتدبير عدد 260 تبيس منهم 140 تبيس كهرباء و120 تبيس غاز هيئة النالعب بالكهرباء لها 70 تبيس كهرباء ولها 100 تبيس غاز هيئة النالعب باسكندرية لها 40 تبيس كهرباء 160 حافلة مكيفة ما بين الكهرباء والغاز الطبيعي تنتشر بأنحاء المدينة تستوعب الواحدة منها 64 راكباً تسير خلال سبعة مسارات ويتم متابعة تحركتها من خلال أجهزة كودية متكاملة مع الخرائط وتتصل بغرفة عمليات مركزية لمنظومة النقل الأخضر ويقودها سائقون بزي موحد ومدربين فنياً النظام ده موجود ده محضراتكم شايفين في الغرفة اللي احنا موجودين فيها بيتم خلالها جمعة وتحليل البيانات من الكافة عناصر نظام النقل للحافلات والسائقين والمحطات بنقيس الأزمانة الفعلية للرحالات على الطرق بنشوف أماكن الحافلات موجودة فين الركاب يركبوا منين وأعدادهم غرفة العملات المركزية بالفعل بتتبعنا لأنه عندي جهاز هنا متصل بغرفة عمليات فيما بعد هيشتغل تذاكر للمواطنين زائد جي بي اس متابق الطريق زائد أنه بالفعل غرفة العملات متواصلة معنا طول اليوم هذا وخصصة للحافلات محطات للشحن الكهربائي تتسع لشحن 140 أتوبيساً تعمل بالكهرباء وذلك بشواحن سريعة وأخرى متوسطة بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة كالصيانة والغسيل وغيرها الحمد لله مشروع متنفذ على مساحة 55 ألف متر مسطح مشروع متكون من 70 شاحن 4 شواحن في كل رصيف 120 وعدين الشواحن تبقية 6 نات البصص بتشحن الحمد لله من ساعتين إلى 8 ساعات منظومة نقل خضراء تعمل على أرض مدينة السلام تيسر على المشاركين الانتقالات وتأتي في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بالنسخة السابعة والعشرين وذلك مع إعلان المدينة خضراء صديقة للبيئة سالي سالم التلفزيون المصري